ان شاء الله بإذن الله نكسبك يا بفردي ونصعد ولو صعدنا مركز تاني هنلاعب يا إما منتخب الكنغو يا إما منتخب زنبيا وعندي إحساس كده مش عارف جاي منين إن الصعوبات اللي إحنا عايشينها دي سواء الصعوبات على مستوى النتائج أو صعوبات على مستوى الحالة كده المشحونة بدون داعي حاس إن الحالة دي هتنقلب لحالة عظيمة جداً الأيام اللي جاية ربنا هيكرمنا بس نخلص النواية وصدقوني للي بيقول منتخب مصر وحش ولي بيقول منتخب مصر حلو ولي بيقول صلاح وحش ولي بيقول صلاح حلو هو مش عايز أكتر من إن منتخب مصر ياخد البطولة يعني كلنا متفقين على هدف واحد أدام كلنا متفقين على هدف واحد يبقى مش محتاجين نتناوش يعني يحسن مناوشات بيننا وبين بعض ما ينفعش سهل يعني قول رأي يا كسيدي وسمنا قول رأي وتعالى كل واحد فينا بيقول رأيه بهدوء مش لازم بخناق أي حالة نتخاني عليها أي حالة حالة في الكورة ليه ترجمة نانسي قنقر